أصيب أثنان من عناصر طالبان بجروح جراء هجوم بقنبلة يدوية استهدفت دورية للشرطة في العاصمة الأفغانية كابل فيما قتل الشاعر والكاتب الأفغاني هيلامند في إقليم خوست جنوبية أفغانستان قال المسؤول العالمي في وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي في بيان إن دورية تابعة لقوات الطالبان تعرضت صباح اليوم لهجوم بقنبلة يدوية في كابل ما أدى إلى صابة اثنين من عناصر الحركة ولم يدلئ الرجل بأي تفاصيل أخرى حول الهجوم لكن أحد شهود العيان قال إن الهجوم وقع في منطقة ديه منزك وإن المهاجمين لاذوا بالفرار قال شهد عيان ثاني إن أربعة من الطلاب الجمعيين أيضا أصيبوا بجروح نتيجة الهجوم بالقنبلة اليدوية وقد تم نقلهم إلى المستشفى في غضون ذلك غطيل صباح اليوم الشاعر والكاتب الأفغاني هيلة مند زوند في مدينة خوست جنوبية البلاد ما أدى إلى مقتله على الفور ترجمة نانسي قنقر